سلام البنات للغضالات أنا اليوم جيت باش نشارك معكم هاد الوصفة هذي اللي كان اعتمد عليها باش كم غندي القطي الوليداتي كنحتاجو البنات في هاد الوصفة دينا غني نحتاجو الفورس السكر غلاسي الزبدة القشور ديال الليمون كبهة الفورس ومن بعد سكر غلاسي والبيض فاني حتى هي غنحتاجوها بنات فاني ومن بعد وحد القطي سدي الملحة في هاد الابول هاد الابنات غادي نديرو نبدو بالفورس هو اللوول نزيدو عليها الزبدة نسلقca عن عناصر ماباديهات البنات نديرو فاني نديرو ماقيسة دي الملحان نديرو البيض نديرو الخمير البنات دي الحلوه و مباد نديرو هاد الليمون و قشور ديالو نجميه فاني وغادي نجميه تعول عن عاناصر ماباديهات الم kita على تحتر القط Dry ما BM من بعد مدر تقع المقادر البنات غادي يعني بدان نجمع فيها بيدية بتنجمع فيها بشوية بشوية مواهم حتى تقع المقادر يعني نجمعها مزيان تدخل هديك الزبدة في الفارينة مزيان تدخل فيها وهذا اما هيبقوا معي حتى نجمعها ومن بعد غادي نوريكم راها البنات راها ساهلة يعني ما قطلبش بالزبدي اللخد ما لوالو شوفوا معي ماشي شي حاجة صعيبة وكتعجب لوليدات وكتجي عشان نقول لكم واعرة كتجي فنة بالزاف من بعد ها هي جمعات عندي البنات هكتعود واحد لباط ها كرطبة من بعد ما درتفت السلوفان البنات هاكا غادي نرجع لها دي السلوفان هادية وغادي نحطها ترتاح في تلاجة البنات واحد ساعة تقريبا وهنا ومامتون غادي نوجد لفاقس يعني الخالط اللي غادي يكون داخل فيهم باش غادي نعمرهم غادي نوجدوا غير بهذا الخوماج هادا قلت لكم في لادالفيا سواء ما كنش في لادالفيا اي فرماج ديرو البنات ما عندك ش في لادالفيا تديري 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 ساموغي تديري اي فرماج هاي البنات من بعد ما خليتها رتاحت ليا غادي نجبدها وغادي نبدن نشكل هالبنات عندي لها شوية لفاقين شوية الفورزو هادا باش ما تس كعارفو البنات الباط بغي زي كت ضغيه كت تقطعينينا كيف قلت لكم ضروري اندي لع شوية الفورز وتطور اي lumière هادا للمنتي خليت هادها هادا مقدير هادا ما عندك ش ديري كاس يعني اي حاجة للمنت ما نحاولوش مقلب وليش موج مش لجمع دايما نخذو هاداك الشي له عندنا في كوزينا ديهنا البنات وموانا انا حاولت كنقطع فيه بحلا قودواور ومن بعد كنديرها في هذه المول هذا بعد مدها نطب شوية ديالا باش شوية ديالا باش في شوية الفورزة البنات يجب أن نتقف في هذا الفرشيط البنات باش ما تنفخ شي ناركم عارف الابات بريزي لما تنفخ في الفران عاد يتنفخ بزاق وما غاد يش طيبة يعني مزيان هذا المرحلة هذي البنات غادي نشد هذك الفرماج اللي عندي يعني كيف قلت لكم بصور في المماج يرفي لدي الفيا ولا صاموغي ولا هذك الفرماج ماما هذك الفرماج اللي كيتبع في اللي دلال البنات هذك الفرماج فخي وحتى هو را همز يرمم اي فرماج تقدروا تديرو من بعد فجدت هذ الفرماج هذي كنت وجدته غادي نعود نديرها الى كونفيتيغ لبنات اي كونفيتيغ عندكم ديال فخيز ديال مشماش ديال ديال الليمون اي كونفيتيغ موجود لعني كونفيطر تقدروا تخدمو بي ما عندكش كونفيتيغ ديري الشوكولاتة انا كنقول لكم يعني ديري نوتال لا ديري اي شوكولات بريتي ديري يعني ما عنديش حاجة نديرها بنغوم بلاسية بحاجة اخرى من بعد البنات كيف كتشوفوا هذي مافن هاذو ما غاديش نسدهم غادي نشده ديال الباطلي شاطط ليه غادي نشدهم ونقطعهم بحالة نديرهم حري بلاس وغادي نحطهم فوق من هذي مافن كيف كتشوفوا قلت لكم اما عمرش هذك المول كامل يعني خليت شي وحدين بقاولي يا شايطان البنات ما زل بقى عندي الباط ماشي ما بقتش عندي ما غير انا بغيت ندير دي بيسكويت البنات ديالباط بغيزة نديرهم شوكولات من بعد البنات غادي نديرهم في الفران غادي نديرهم فح الدرجة دي الحرارة اللي تكون ديال 180 غادي نديرهم ما بين 20 و 25 دقيقة هالي مافن ديالي البنات وجدو دبا غادي بقالية غير ندير فوق منهم شوية ديالسكور غلاسي طبيعي يعني خليم هاكك هاد لي مافعنا البنات كي يجيو روعة غامو غزالي نطبين زويني انا غادي نقطعو حتى باش تشوفوا معي كيفاش كي يجيو وهذاك القليب دياله ما البنات كي تكون في هاديك لك خام ديال هذاك الفخور مع جالبنات الطري وهذاك المعداق ديال كون في تيارس و ديال مشماش ديال خوخ ديال اي حاجة ديال فخيز اللي بغيتو عرفت يكي اي واحد المعداق غزال ما يقولش لكم البنات شحال جات اللي يظهر المغفر هذا غزالات ديالي كان اختم الفيديو ديالي معكم عنايا وكنتمنى تجربوا هاد الوصف اراني متأكدة لبنات انها غدا تنال ايجاب ديالكم وكنتمنى لكم نهار مطارك ساهد وكنقول لكم سلام عليكم والغزالات ديالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة